هنا المملكة أهلا بكم في هذه الإطلالة على تدولة بورصة عمان في آخر جلسات الأسبوع اليوم الخميس الموافق الواحد والعشرين من شباط الفين وتسعة عشر اذ بلغ المؤشر العام مستوى الف وتسعمائة وثمانين نقطة بينخفاض المؤشر العام بشكل عام سبعة عشر بالمئة بالمئة بالنسبة لأحجام تدول أيضا الخفضة اليوم نتحدث عن ثلاثة ملايين وثلاثمائة واربعين ألف دينار بشكل عام اليوم نتحدث عن اثنين وثلاثين شركة رابحة وخسارة واحد وثلاثين شركة فيما بقيت خمسة واربعون شركة مستقرة بدون أي تغيير نذهب الآن إلى الشركات الأكثر ارتفاعا والأكثر انخفاضا لهذا اليوم الخميس ونبدأها بالشركات الأكثر ارتفاعا منها أولها الأمل للاستثمارات التي وصل سعر سهم إلى ثمانية وستين قرشا بقيمة تغير وصلت إلى ستة وخمسة وعشرين بالمئة الأنابيب الأردنية أيضا حلت ثانيا في الشركات الأكثر ارتفاعا بدينار وثلاثة عشر قرشا سعر سهمها وبقيمة تغير وصلت إلى أربعة واثنين وستين بالمئة أيضا نتحدث أو بأربعة واثنين وستين بالمئة عفونا العربية الكهربائية أيضا أربعة وعشرين قرشا سعر السهم فيها وبقيمة تغير ارتفاعا وصلت إلى أربعة واربعة وثلاثين بالمئة اتحاد المستثمرون أيضا نتحدث عن 48 قرشا سعر السهم اليوم بقيمة تغير وصلت إلى 34% بشكل عام نذهب إلى الشركات الأكثر انخفاضا لهذا اليوم ونبدأها بإعمار للتطوير العقاري التي كانت الأكثر انخفاضا لهذا اليوم بوصل سعر سهم إلى 15 قرشا بقيمة تغير 26% انخفاضا الزي لصناعة الألبسة أيضا من جديد حادت إلى الشركات الأكثر انخفاضا بقيمة سهمها وصل إلى 16 قرشا بقيمة تغير وصلت إلى 85% الشرق للمشاريع بوصل السعر سهمها إلى دينارين وحلت ثالثا بالشركات الأكثر انخفاضا بقيمة تغير 74% الوطنية للكوابل أيضا 21 قرشا سعر السهم فيها بانخفاض 54% أهلا وسهلا بك خالد ربابع المحلل المالي معنا سنذهب مباشرة إلى زاوية السهم اليوم لأنه سنتحدث فيها عن المؤشر العام بشكل كبير زاوية اليوم نتحدث عن أداء البورصة خلال الأسبوع بشكل عام نرسل تطور أداء المؤشر العام للبورصة في الافتتاح في السابع عشر من شباط في بداية هذا الأسبوع افتتح السوق على 1981 نقطة واليوم أغلقنا على 1980 نعم هذا الأداء الأسبوعي للمؤشر العام للبورصة ولبورصة عمان على مدار هذا الأسبوع مقارنة مع نهاية الأسبوع الماضي عبدالله كما أشرت الافتتاح تقريبا عند 1981 كما يظهر هنا في الرسم البياني والإغلاق اليوم عند مستويات 1980 الإغلاق في نهاية الأسبوع الماضي عبدالله كما يظهر أيضا في الرسم البياني كان عنده مستويات 1982 ويعني بداية الآن نحن منخفضين تقريبا نقطتين عن إغلاق الأسبوع الماضي طبعا عند مقارنة إغلاق اليوم مع افتتاح المؤشر العام بداية الأسبوع يعني نلاحظ أنه يوجد استقرار المؤشر العام خلال تداولات هذا الأسبوع يعني بعد التداولات استقر وأغلق عنده بالقرب من سعر الافتتاح وسعر إغلاقه في الأسبوع الماضي نعم أيضا خالد إذا ذهبنا في نظرة خلال الأسبوع عدنا مستوى وصل المؤشر خلال هذا الأسبوع 1968 نقطة إذن أيضا كان من الممكن أن يغلق المؤشر على أقل من إغلاقه الحالي يعني هناك تعافي في المؤشر أكيد يعني أمس مبارح وصلنا عبد الله عنده مستويات 1984 وأغلقنا عنده مستويات 1983 تمكن المؤشر العام بعد وصوله في بداية أو في منتصف الأسبوع الحالي يعني بلوغه مستويات 1968 كما يظهر هنا أيضا واستطاع المؤشر العام وحركة الأسعار بإخبار إيجابية وتوزيعات نقدية في الشركات من العودة والاستقرار عنده مستويات بالقرب من أغلاق الأسبوع الماضي وبداية هذا الأسبوع عنده مستويات 1980 ما زلنا في المناطق الآمنة عبد الله يعني هذا الأسبوع الثالث على التوالي تقريبا الاستقرار بالقرب من مستويات 1980 بالنسبة للمؤشر العام هذا يعطي انطباعا إيجابيا بالتزامن مع الإعلان وإنعقاد الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة وتوزيعات الأرباح يعني أيضا خالد سنذهب ببشرة إلى استعراض أحجام التداول في المرسل خلال الأسبوع الماضي أو الأحجام التراكمية بشكل عام الأسبوع الماضي كنا نتحدث عن 21 مليون إلى 22 مليون تقريبا خلال الأسبوع بأكمله الأسبوع الحالي نتحدث عن أحجام تداول أفضل 25 مليون ونصف أو أكثر من النصف نعم هذا الأسبوع التداول خلال هذا الأسبوع مقارنة مع الأسبوع الماضي يعني أيضا هذا تجميعيا على مدار الأسبوع الأسبوع الماضي كان عنده مستويات تقريبا 22 مليون دينار إجمالي حجم التداول الأسبوع الحالي بمقدار تقريبا 26 مليون دينار يوجد ارتفاع تقريبا حوالي 4 مليون دينار على حجم التداول هذا أيضا متزامن مع الاستقرار بالنسبة للمؤشر العام عنده مستويات 1980 هذا أيضا يعطي انطباعا إيجابي أنه يوجد زيادة في أحجام التداول ودخول سيولة على السوق مع اقتراب الهيئات العامة للشركة هذا ما كنت سأسألك عنه خالد زيادة فعليا أحجام التداول هل تعني سيولة إضافية في البورصة بشكل عام؟ نحن عبدالله في موسم توزيعات أرباح وموسم يعني إعلانات توزيعات نقدية وموسم أرباح دائما السيولة تأتي في هذه المواسم وهذه يعني الأشهر بالنسبة للبورصة للتزامن مع الإعلانات وأرباح الشركات أيضا يعني نلاحظ أنه يوجد زيادة في أحجام التداول نوعا ما نعم أيضا يعني إذا تحدثنا عن التراكم بشكل عام يعني سنتحدث عن أرقام كبيرة جدا ولكن سنتذهب مباشرة إلى قطاع العقارات التي سنتحدث عنه خلال في بورصة عمان أرباح هذا القطاع أو قطاع العقارات في بورصة عمان نتحدث عن في 2018 صافي الأرباح خمسة ملايين ومائة ألف تقريبا نعم تقريبا وصافي الأرباح في 2017 أربعة ملايين هناك تحسن جيد يعني نلاحظ هو تحسن ليس جيد يعني هو استقرار في الأرباح نعتبره عبدالله يعني ارتفاع الأرباح محصلة الأرباح بين الشركات الرابحة والشركات الخاسرة في القطاع العقاري في بورصة عمان تقريبا زيادة بمقدار 370 ألف دينار ارتفاع طفيف ولكن استقرار في أرباح الشركات العقارية في بورصة عمان يعني هذا الاستقرار يشير إلى أيضا استقرار النشاط العقاري كما يظهر في المؤشرات الاقتصادية نأمل أن يكون هناك يعني بالنسبة لتوزيعات الأرباح عبدالله كان هناك شركة واحدة أعلنت عن توزيعات أرباح المساهمون الآن بانتظار أي توزيعات وأي افساحات من قبل الشركات العقارية عن توزيع أرباح نقدية عن عام 2018 يعني هذا رقم هو يشمل كل القطاع هذا يشمل كل القطاع هذه محصلة محصلة يعني يوجد شركات رابحة ويوجد شركات خاسرة هذا هو المتوسط ما بينه المحصلة يوجد زيادة في الأرباح يعني كمحصلة بالنسبة للقطاع العقاري في بورصة عمان نعم أيضا سنذهب بباشرة إلى القيمة السوقية لهذا القطاع بشكل عام القطاع العقاري حتى يوم أمس نتحدث عن 475 ألف دينار أو مليون عفوا دينار نعم وبورصة عمان بشكل عام بكل ما فيها من موتداء حوالي 16 مليار ونصف المليار نعم يعني هذا الرقم مرضي نتحدث عن عائد على استثمار 5 مليون نعم تشكل تقريبا حصة القطاع العقاري من القيمة الإجمالية لبورصة عمان كما أشرت عبدالله 475 مليون دينار أردني نسبة إلى القيمة السوقية لبورصة عمان تقريبا النسبة تكون حوالي 3% النسبة قليلة نعتبرها بالنسبة لرسملة الشركات وعدد الشركات العقارية هذا يعود عبدالله إلى أن القيمة السوقية لأسعار الأسهم لمعظم أسعار الأسهم للشركات العقارية أقل من القيمة الإسمية أقل من دينار فتتداول أقل من دينار هذا هو سبب انخفاض القيمة السوقية بالنسبة للقطاع العقاري ولكن فعليا يعني موجودات الشركة أعلى من ذلك هي الموجودات يوجد شركات رابحة عبدالله ويوجد شركات خاسرة وتعاني من مشاكل في هيكليات ملكية ولكن نحن أخذنا القطاع العقاري بشكل عام كمحصلة بالنسبة للربحية والأداء بشكل عام نعم أيضا خالد إذا ما قررناه في باقي القطاعات أو ما يتبقى من القطاعات أين يترتب القطاع العقاري بشكل عام؟ نحن الآن في ضمن إن شاء الله نحن في قناة المملكة سوف نقوم بعمل إحصائية كامل للقطاعات كافة وترتيب القطاعات حسب ربحيتها وتحسن مؤشراتها المالية والربحية عن عام 2018 يعني هو من ضمن قطاع الخدمات القطاع العقاري يعني ليس بأفضلها ولكن يعني ممكن أن يكون هناك أن يحتل المرتبة الثالثة أو الرابعة في قطاع الخدمات يعني بالنسبة لبعض القطاع المالي تقريبا نعم أيضا بشكل عام هو أعلى كقيمة سوقية وكأرباح أيضا هو أعلى من شركات الوساطة المالية التي تحدثنا عنها يوم أمس نعم هذا يعني هو قطاع العقاري ضمن قطاع الخدمات عبد الله هو أفضل من القطاع الخدمات المالية المتنوعة الذي شرحنا له في تقرير أمس بالنسبة لهذا الموضوع يعني ما زلنا في يعني يوجد بالمحصلة بالنسبة للقطاع العقار يوجد استقرار بشكل عام في الربحية وزيادة في الأرباح ولو كانت بشكل طفيف ولكن إن شاء الله نأمل أن يكون هناك تحسن مستمر في البورصة ولكل الشركات نعم خالد ربعب على المحل المالي كنت معنا شكرا جزيلا العفو مشاهدين لا هلو نكون قد وصلنا لنهاية هذه الإطلالة على تدولة بورصة عمان موعدنا يتجدد معكم يوم الأحد في نفس الموعد إلى اللقاء